احتضنت كنيسة رعية مريم العذراء للسريان الكاثوليك نحو سبعين شاباً وشابة في منطقة الأشرفية بعمان حيث ابتدأ البرنامج بقراءة نص من إنجيل القديس متى الرسول وبعد الصلاة الافتتاحية رحب الأب فراس دردر راعي كنيسة السريان الكاثوليك في الأردن بالحضور كما شكر الأب زهير وديع كاهن الرعية السابق والأخت مي زكر على ما قدماه من جهود محبة في خدمة الشبيبة خلال الفترة السابقة ثم قدم الأب دردر محاضرة بعنوان التحديات الواقعية التي تواجه شبيبة المهجر مبيناً الصعوبات والعقبات التي تواجه الشباب العراقية في المهجر تلا ذلك نقاش حواري تبادل فيه الحضور الخبرات الروحية إضافة إلى ما يدور في أفكارهم من تساؤلات حول موضوع الهجرة ثم انصرف الجميع شاكرين الرب على نعمه طالبين منه العونة الدائمة حتى يكونوا كتلك الخميرة وملح الطعام في وسط هذا العالم الذي طاقة إلى الرجاء والمحبة والسلام